بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأشرفان الأنوران الأعتران الأزهران على من جمعت كل الكمالات فيه وعلى آله وأصحابه وتابعيه يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم أمين أما بعد مشاهدي الكرام سلام الله عليكم وتحياته ورحماته وبركاته أهلا بحضراتكم معنا في برنامجكم الحياة أخلاق ونبدأ بأسماء الله الحسنى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها من أسماء الله الحسنى اسم الله الرشيد الرشيد على وزن فعيل إيه معنى رشيد الرشيد هو مرشد الخلق إلى كل خير الله خلق الإنسان وسواه وصوره وأبدع صنعه وأبدع تصويره يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك وفي قراء فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك وامتن عليك أيها الإنسان في صورة البلد فقال ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين إيه هم النجدين النجدين طريق الخير وطريق الشر طريق الخير يأخذك إلى الجنة وطريق الشر والعياذ بالله يؤدي بك إلى النار فالله يرشدك إلى كل خير لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي الرشيد هو مرشد الخلق إلى كل خير كل الخلق سبحانه وتعالى الرشيد هو الذي يخلق الرشادة فينا الرشادة اللي هي العقل حتى أقول لك إيه حتى إذا بلغ الإنسان رشده يعني إيه رشده أو في القرآن بلغ أشده وبلغ أربعين سنة آل الأشد هو الرشد هو كمال العقل ورجاحة العقل بقى العقل ناضج وبقى الإنسان يستطيع أنه يفكر وذا أفضل سن بيكون فيه الإنسان في سن أربعين سنة حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة أشده هنا يعني إيه يعني بلغ رشده بلغ كمال العقل ورجاحة العقل الرشيد سبحانه وتعالى يرشدنا إلى كل خير هو المرشد لعباده سمى الله نفسه الرشيد لأن جميع الخلائق يستمدون الرشد من الله يعني بنطلب من ربنا إن ربنا يأخذ بأيدينا إلى مرضاته وامتن على أنبيائه في القرآن بهذا فقال ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل عارفين قصة سيدنا إبراهيم لما حطم الأصنام ولما شف القمر وشف الشمس وقال لئن لم يهديني ربي لأكونن من القوم الضالين وفي الآخر قال إيه إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفة وما أنا من المشركين اسم الله الرشيد لم يارد في القرآن الكريم صراحة ولا مرة لكن ورد في القرآن الكريم كلمة المرشد وكلمة الرشد قال جل وعلا ومن يهدي الله من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا يعني لربنا يهديه ويسبب له أسباب الهداية والرشاد والرشد هو المهتدين وقال جل وعلا لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي وقال جل وعلا عن أصحاب الكهف إذ آوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا وقال جل وعلا وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا وقال جل وعلا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وقال جل وعلا فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد آخر حاجة لما بيتولد لنا مولود بندعي للمولود ونقول إيه بورك في الموهوب وبلغ أشده يعني بلغ رشده وشكرت الواهب بنقول كده لوالد المولود نسأل الله جل وعلا أن يتجلى علينا وعليكم بأنوار وأصرار اسمه الرشيد اللهم أمين فاصل وأرجع لحضراتك تاني صلوا على الحبيب